بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس سادة الرؤساء وأعضاء الوفود حضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم الشعب وحقوبة السودان أهنأكم السيد الرئيس على توليكم رئاسة هذه الدورة كما أشكر رئيس الدورة السابقة والسيدة والسلامين العام على جهودهم في مواجهة التحديات التي واجهت عالمنا في العام الماضي سيد الرئيس منذ الخامس عشر من أبريل المنصرم يواجه الشعب السوداني حربا مدمرة شنتها عليه قوات الدعم السريع المتمردة تعالفت معها مليشيات قبلية واخرى إقليمية ودولية واستجلبت مرتزغة مختلف دقاء العالم لتمارس أفشع الجرائم في حق السودانيين مارسة هذه المجموعات القتل والنهب والسرقة والاقتصاب والاستيلاء على منازل المواطنين وامتلكاتهم ودمرت الأعيان المدنية من مرافق للخدمات ومستشفيات ومقار للدولة ودواوين الحكومة وحاولت طمس تاريخ وهوية الشعب السوداني وذلك بالاعتذاء على المتاحف والآثار والسجلات سجلات الأراضي والسجلات المدنية وسجلات المحاكم كذلك نهبت المصارف والبنوك والشركات العامة والخاصة وأطلقت سراح المساجين والمعتقلين الذين من ضمنهم مطلوبين للعدالة الدولية وإرهابيين هذه المجموعات المتمردة مارسة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في معظم بقاع السودان فمارسة تطهير العرق وتهجير السكان من مناطقهم أيضا مارسة العنف الجنسي والقتل على أساس العرق والتعزيب وكل ما يرقى إلى أن يوصف بأنه جرائم حرب حدث ذلك في دارفور وفي الخرطوم وما حدث بغرب دارفور في الجنينة كان بمثابة صدمة للضمير العالمي كذلك مشابه لو حدث في طويلة وفي مورني وفي منواشه وحتى في الخرطوم ما حدث يمثل خير شاهد على ممارسات هذه القوات والمجموعات المتحالفة معها نطالبكم السيد الرئيس والمجتمع الدولي باعتبار هذه القوات والمجموعات المتحالفة معها مجموعات إرهابية تستوجب أن يقف الجميع في وجهها ويحاربها لحماية الشعب السوداني والإقليم بل والعالم حيث تسببت في مقتل الآلاف ونزوح وتشريد الملايين سيد الرئيس الحضور الكرام رغم أن هذه القوات قد فعلت ما ذكرت إلا أننا منذ بداية هجومها على الدولة فرغنا كل السبل من أجل إيقاف هذه الحرب فكانت الاستجابة لكل مبادرة قدمت من الأشقاء والأصدقاء فجلسنا في جدة بمبادرة كريمة من الأشقاء في المملكة العربية والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وحققنا تقدما جيدا لو لا تعنت المتمردين ورفضهم الخروج من الأحياة السكنية أيضا قبلنا مبادرة الإيقاد ومبادرة الدول الجوار التي انعقدت في مصر وما زلنا حتى اليوم نمد أيادنا من أجل السلام ومن أجل إيقاف هذه الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا فذلك قبلنا مبادرة من الأشقاء في تركيا وجنوب السودان ويوغندا لإيجاد حلول لكن كلها اصطدمت برفض المتمردين للحلول السلمية وإصرارهم على تدمير الدولة وإبادة وتهيير شعبها تيد الرئيس هذه الحرب يصنفها البعض بأنها حرب داخلية بين طرفين مسلحين لكن الاعتداء لم يتوقف عند القوات المسلحة بل شمل كل مكونات الدولة فالمواطنين الأبرياء ليسوا جزء من القوات المسلحة المساليد في غرب دارفور ليسوا جزء من القوات المسلحة منازل المواطنين ليسوا جزء من القوات المسلحة إذن هذه الحرب لا ينبغي أن تصنف بين القوات المسلحة والدعم السريع بل شملت كل مكونات الدولة لكني أؤكد لكم أن خطرها أصبح يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي حيث استعان المتمردون بمجموعات خارج عن القانون ومجموعات إرهابية من عدة دول في الإقليم والعالم مما يعتبر شرارة لانتقال الحرب إلى دول أخرى في المنطقة حول السودان لأن الدخلات الإقليمية والدولية لمساند هذه المجموعات أصبحت ظاهرة وواضحة مما يعني بأن هذه أول الشرارة التي ستحرق الإقليم والمنطقة وتؤثر مباشرة على الأمن والسلم الدوليين سيد الرئيس حضور الكرام أسمح لي أن أشكر الجهود المقدرة التي بذلتها الأمم المتحدة برعاية الأمين العام لدعم الوضع الإنساني في السودان كذلك نقدر جهود وكالات الأمم المتحدة المختلفة والوكالات الدولية والإقليمية الأخرى وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي بادرت في تقديم المساعدات الإنسانية والوغوف بجانب شعب السودان لتخفيف آثار هذه الحرب الإجرامية من جانب حكومة السودان فقد تم فتح المطارات والمواني وتزهيل حركة وعبور وتقديم المساعدات للقوافل وتزليل الصعاب التي تواجه العمل الإنساني حيث تم تنسيغ الجهود بحيث تصل المساعدات لكل المحتاجين والمتضررين وهنا نناشد الوكالات والدول للإفاب تعهداتهم لسد الفجوة الكبيرة في الغزاء والدواء والإيواء لقطاعات واسعة من الشعب السوداني التي تضررت جراء هذه الحرب التي يشنها متمرد الدعم السريع لقيادة أسر الدقلو سيد الرئيس حضور الكرام إننا ما زلنا عند تعهداتنا السابقة بنغل السلطة إلى الشعب السوداني بتوافق عريض وتراضي وطني تخرج بمجيبه القوات المسلحة نهائياً من العمل السياسي ويكون تداول السلطة بالطرق الشرعية والسلمية المتمثلة في الانتخابات حيث أننا نرى أن تكون هناك مرحلة انتقالية قصيرة تدار فيها الدولة بحكومة مدنية من المستغلين يتم خلالها معالجة الأوضاع الراهن الأمنية والإنسانية والاقتصادية ويعادة الإعمار تعقبها انتخابات عامة يختار من خلالها السودانيون من يحكمهم كما نؤكد التزام الدولة بمواصلة الحوار مع الممانعين أخواننا عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور للانضمام إلى مسيرة البناء الوطني حيث أننا في الظل التزامنا التام باتفاقية السلام الموقعة في جبا في العام 2020 قد قطعنا شوطا مقدرا في إحلال السلام ومعالجة جزء كبير من معضلات بناء الدولة السودانية حضور الكرام أؤكد التزام السودان بدعم المرأة والطفل والقطاعات الهشة لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وحمايتهم في ظل النزاعات القائمة حاليا ما تجديد التزام الحكومة حكومة السودان بالعمل على تحقيق أهداف التنمية التنمية المستدامة وفي هذا الصدد فإن وقف وتجميد المساعدات الإنسانية والمساعدات الدولية في فترة الماضية قد أثر سلبا في تنفيذ تلك الأهداف وأثر بصورة مباشرة في توسيع فجوة الحماية الاجتماعية ومجابهة التغييرات المناخية ومواجهة أزمة الغزاء وفاقما من أوضاع النازحين واللاجئين وهنا نناشد المانحين ووكالات الإغاثة المختلفة بالاستمرار في الدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في السودان وتقديم المساعدة للمحتاجين من النازحين واللاجئين قبل أن نختم أجدد التأكيد بالمطالبة بتصنيف مجموعات الدعم السريع المتمردة والمليشيات المتحالفة معها كمجموعات إرهابية ارتكبت كل الجرائم التي تضعها في هذا التصنيف وضرورة التعامل الحاسم مع من يدعمها فالقتل والحرق والاغتصاب والتهجير الغسري والنهب والسرقة والتعزيب ونغل الأسلحة والمخدرات واستجاب المرتزقة وتجنيد الأطفال جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب كما أؤكد أن موسطة الدولة الشرعية القائمة من حكومة وقوات مسلحة وأجهزة أخرى لن تسمح بانتهاك سيادة الدولة أو النيل من كرامتها أو النيل من كرامة شعبها مهما كانت الكلفة هنا لا بد أن أذكر وأذكر منظماتنا الإقليمية بأن تتحرر من الوصاية وتنظر إلى مصلحة الشعوب الأفريقية حتى تستعيد سقة الأفارغة فالحلول لمشاكلنا لن نستجدي من أجلها أحد ليشاركنا في حلها حسب مصالحه أو مصالح بلده سيد الرئيس حضور الكريم ختاماً لك الشكر وأشكر أيضاً معالي الأمين العام لتفهمهم لأوضاعنا الداخلية والوقوف بجانب الشعب السوداني ودعمه المستمر كما أشكر دول جوار السودان وأشقائه وأصدقائه الذين وقفوا إلى جانبه كذلك الشكر لمنظماتنا الإقليمية وشعب السودان لتقدم لكم جميعاً بالشكر على مساندته لتجاوز هذه المحنة والهجم البربرية التي تعرض لها من مجرم الدعم السريع الإرهابيين كما أنتهز هذه السانحة لأعرب عن تضامن الشعب السوداني مع أشيقائه في المغرب وفي ليبيا لما أصابهم من كوارث مؤخراً لابد لي أن أشكر جموع الشعب السوداني التي وقفت وساندت وتحملت طيلة الأشهر الماضية كل تلك التضحيات للتخليصها من غدر المجموعات الإرهابية المتمردة أشكر لكم جميعاً حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر